السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم اليوم عن الفصل السابع تتعلق بالجمل المركبة نتكلم اليوم عن طبيعة الجمل المركبة وما هي أهم أدبات الربط المستقرة في تركيب الجمل المركبة نتكلم اليوم عن طبيعة الجمل المركبة طبعا توجد الكثير من أدوات الربط المستقرة في اللغة الإنجليزية مع الجمل المركبة توجد أربع أدوات رئيسة وأدوات أخرى سوف نتكلم عنها في هذا الفصل الشيء The compound sentence consists of two sentences or more than two simple sentences and clauses قد تحتوي الجمل المركبة في الإنجليزي على جملتين بسطتين أو عبارتين على شرط أن تكون تلك الجملتين المتكافئة من حيث الفعل والفاعل والتكملات Provided that these sentences must be similar to each other on the level of the availability of subject, verb and complement Besides these sentences are linked to each other with the employment of linking words or coordination ويجب أن تكون هذه الكلمات والجمل المرتبطة بأدوات ربط بالإضافة لمن أدوات تضبط لك في المتكامل المرتبط لك نحن ذكرنا الـ for, will, and, will, or, will, but هذه أهم أربع أدوات ربط بالإضافة إلى هناك السلسل من أدوات تضبط على استخبار أشعرها في هذه الفصل فصل there are many many other coordination words or linking words in addition to and or but we'll explain them all with examples in this chapter she took her bag and went home أخذت حقيبتها وذهبت إلى المنزل هنا تعني كلمة أند أداة الربط أند و رابطت الجملة الأولى بالثانية سلمته الرسالة وبدأ يقرأها أكملت دراستها في إيطاليا ثم عادت إلى الوطن الجملة الأولى أخذتها وذهبت إلى المنزل والجملة الثانية أيضا تعني الجملة الثالثة هناك تعاقبية في الموضوع أمر متعاقب و هذه نتائج أكملت دراستها في إيطاليا ثم عادت إلى الوطن إذن تعني أند هنا ثم ثم عادت إلى اللغة العربية أن أن تعني أن حاول أن تأتي مبكرا بالفعل عن لتأتي مبكرا لن ون أنت للتأبير عن حدثين متعاقبين كما ذكر في الجملة السابقة She finished her studies in Italy and returned home حدثين أكمل دراستها ثم عادت إلى الوطن تعني ثم The language word and can be used to mean ثم كما ذكرنا قبل قليل It's also employed with the verb try وقد تستخدم أند مع الفعل try لترجمة إلى أند إذا تستخدم try and come early حاول أن تأتي وكلا try and study hard حاول أن تدرس بشتحاد إذا try زا إذا أند تعني حاول أن حاول أن محاول و حاول أن It can be conditional as well وقد تكون شرطية أيضا In other words means إن أو إذا كما مبين في المثال أعلى Run and everyone comes after you Will be after you هرب سوف يأتي الجميع حولك إذا تعني if Compound sentence and coordination word الجملة الإنجليزية المركبة بالإضافة إلى أداة الربط but قد تعني but الكثير من المعاني أيضا كما مبين في الأمثال التي سوف نقدم لكم مع الترجمة مع الشرح أحمد طويل وأما يوسف خصير إذا ترجمة but إلى وأما Mary is clever but so is everyone at that school Mary ذكية وكذلك كل طالبة في المدرس أيضا We looked for the book everywhere but didn't find it بحثنا عن الكتاب في كل مكان لكن لم نجده He didn't say a word but kept silent all the time لم ينطق كلمة تزم بالصم طوال الوقت بل إذا نأس إلى شرح تركي الجمل مع الأدوات But is used to form compound sentence تستخدم على تطلب الطبات لتلتيب جملة مراكمة في الإنجليزية من أجل أن تعني أما كما مبين أحمد is tall but يوسف is short أحمد طويل وأما يوسف قصير It can be translated into bell أو كذلك وقد ترجم إلى بل أو كذلك كما هو في جملة الرقم أربعة He didn't say a word but kept silent لم ينطق كلمة بل لتزم بالصمت أو وصل لصمته إذا عرفنا هذه الأمور كلها It can also be rendered into bell وقد تعني بل أيضا كما هو في المثال أيضا لنسخة الشرح الرقب الآخرية الجملة الإنجليزية مركبة زائد إذن مالاذا إذن or أداة الربط or وقد تكون لor مع عني عدة أيضا كما مبين في الأمثال الآتية Was he born poor or did he waste his money هل ولد فقيرا أم ضيع ماله إذن or تعني هنا أمن We can go now or wait until tomorrow يمكن الذهاب الآن أو انتظار لحد الغد إذن or استخدمت أو أوضاء an or في العربية Hurry up or we shall be late إسرع أو إلا سوف نتأخر إذن or can be employed to link two sentences استخدم or أيضا استخدم أداة or of one لربط من الجملتين In order to form a compound sentence من أجل تشكيل جملة مركبة تعني أم The linking word قد تعني أو وقد تعني أيضا وإلا في اللغة العربية Compound sentence and coordination for وقد تكون هناك أداة تسمى for في اللغة الإنجليزية استخدم أداة الربط for for causative reasons لأسباب معينة أو للجملة السببية ربطها مع جملة سببية أخرى and it has to be translated into causative meaning وقد تترجم أيضا إلى جملة سببية في اللغة الأخرى اللغة العربية Then man never knew the answer for he was too shy to ask لم يعرف الرجل إجابة قط بسبب خجره من طرح السؤال إذن for ترجمت إلى ماذا؟ ترجمت إلى بسبب Don't tell him this for you will make him unhappy لا تخبره بذلك لأنك سوف تعجنه لأنك They remained there motionless for they were too tired to walk بقوا جاثمين هناك بسبب عدم قدرتهم على مواصلة السيط إذن ترجمت إلى بسبب أيضا Important remarks All the above mentioned examples embrace causative sentences كل الجملة ذكرت قبل قليل جملة سببية and they are linked with the employment of coordination for ومرتبطة باستخدام أداة الربط for So besides they are rendered into Arabic with one of the causative expressions وأنها مرتبطة باللغة العربية باستخدام إحدى الإبارات السببية وبهذا قد شرحنا أهم أدوات الرابط المستمع في تركيبة الجملة المركبة الإنجليزية and we have reached to the end of the most important tools used in the compound sentence formation in English and now we will be discussing the other linking words or coordination words that are used in the formations of the compound sentence in English لدينا مجموعة أخرى من الهدوات المستمع في ربط الجملة المركبة في الإنجليزية The animals are tired nor must we forget they have had nothing to eat إذن أداة الربط نور الحوال متعبة ولا ننسى إنها لم تأكل شيئا إذن ترجمت نور إلى لا في العربية The car is old السيارة قديمة Neither must we forget that the road is mountainous ولا يجب أن ننسى إن الطريق وعر You can either go to the cinema or you can watch television أما يمكنك الذهاب إلى السينما أو دار عرض السينما أو مشاهدة التلفاز إذن 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 أداة ربط عنه They neither love the house nor want to sell it لا يحبون المنزل ولا يريدون لا ولا I'm neither nor أداة ربط Leila both did the shopping and cooked the food تسوقت Leila من السوق وأعدت الطعام أيضا They haven't come to help us but to hinder us لم يأتوا لمساعدتنا بل لعطلتنا Not only but also أداة ربط أيضا مكونة من أربعة كلمات Not only did they turn up at the party But also brought some friends with them لم يأتوا إلى الحفلة وحسب بل استحبوا عدة من أصدقائهم معهم It was raining so we stayed at home إذن ستقلنا ربط بين الجمنتين أيضا كان الجموتا لذا لازمنا المنزل The members of the team were exhausted وكان عضاء الفريق منهكون أو يشعون بالإجهار But still they tried hard ورغم ذلك بدلوا قصار جهدهم ومع ذلك بدلوا قصار جهدهم ومع ذلك بدلوا قصار جهدهم إذن still أداة ربط أيضا The laborers were tired yet they went on working كان الأم مالو متعبين إلا أنهم يت يعني يت باللغة الإنجليزية ذهبوا العمل أداة ربط أخرى Ali is a clever boy Ali فتاة ذكي أو شعب ذكي In fact إذا تضبط معني He is the brightest boy in his class Ali شعب ذكي بل هو أذكى شعب أو فتاة في صفه I'm writing a new book However this is a different story وألف كتابا جديدا على كل حال فهو مختلف عن الباقين He was sick كان مريضا However he tried to do his best إلا أنه بدل قصارى جهده طبعا الأمثلة أعنى هي أدوات ربط مختلفة مستمر في اللغة الإنجليزية لتعني معاني مختلفة قد تكون ذات ربط المدقة الشرحة وسوف تضع علي مكون أكثر من كلمة All the linking words that we have explained in the second part of this chapter are different and might embrace more than one word to express linking words and every single word has a reason to be used in the formation of the English compound sentence وبهذا وصلنا إلى نهاية الفصل السابع الجملة المركبة وطبيعة ترجمتها للغة العربية وما هي طريقة الترجمة العربية شكرا لكم والسلام عليكم أتلا وبركاتم